الحين نروح نحلل اللي هي الجزئية B نعمل اللي هو نيو فايل نكتب اللي هو القوشن ون الجزئية B dot PY فالجزئية B ايش تقول 4X in range 3,6 print X الفكرة من الموضوع هنا ان الحين المفترض انه يبدأ من الرقم اللي هو 3 وإلى أصغر من الستة فالحين خلونا نبدأ نكتب اللي هو كود مثلا بيكون X equal لا ما يكون 0 يكون 3 هنا بنكتب مثلا while X least than 6 وهنا بيكون بنخلي أيوب print بيكون X وهنا X plus بنخليها equal plus لا أعفوا قصلي هنا بيكون equal X plus 1 وكذا انتهينا خلونا نجرب يعني هذه الطريقة من الطرق هذا طلع عندنا 3 4 5 نشف فكرة الفورلوب حتى لو جينا نطبق على الفورلوب لو نجي نكتب السؤال 4 اللي هو بيكون X N اللي هو بيكون ring 3,6 print بيكون X هو بيبدأ من الرقم 3 وإحنا رايحين إلي ما يكون أصغر من الستة نحذف هذا ونبدأ نحفظه ونجرب هذا أعطانا نفس النتيقة 3,4,5 بكذا احنا تأكدنا أن مسألتنا اللي حليناها بالفورلوب تعتبر مسألة صحيحة 100% خلونا بس نرجع وبكذا انتهينا من حل السؤال اللي هي السؤال الأول الجزئية B وبنحن ننتقل إلى الجزئية C